السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر على قناة النادي الأهلي قناة أعظم نادي في الكون مهما كانت الإغفاقات أحيانا ولكن دائما الانتصارات هي السماء السائدة للنادي الأهلي أهلا بك فارس أهلا بك وسامة وأهلا بكل مشاهدي الأهلي خط أحمر وجمهور النادي الأهلي أينما كانوا وإن شاء الله حلقة فيها كلام حيكون مهم جدا بالأكيد طبعا يعني كلنا تابعنا مباراة الأهلي والهلال السوداني وما زال التاريخ يقف حجر عثر أمام النادي الأهلي أجيال وراء أجيال والفوز على الهلال في السودان لم يتحقق يعني فوارق تاريخية كبيرة جدا على المستوى الفني على مستوى الإنجازات على مستوى البطولات على مستوى الشعبية ولكن دائما وابدا بيبقى فيه بعض الفرق كده بتكون لها ظروف خاصة في التعامل وطبيعة التعامل لدرجة أن انت خلال ست مباريات لعبتهم في أم درمان لم تسجل إلا هدف محمد مجدي أفشا في المباراة اللي انتهت بالتعادل واحد واحد قدمنا يعني أداء ممتع جدا في كأس العالم للأندية يعني تحدثت عنه الصحف والمواقع الأجنبية أوه يمكن النتائج كان عندنا طموحات نحاق أكتر من كده كان الفريق يستحق النوع الأهل يخرج بماديليا برونزية من هذه المباراة ولكن تجاوزنا هذه المرحلة وكأن الموضوع بيعاد مرة أخرى سيناريو السنة الماضية ولكن هذه المرة يعني تعرضنا لخصارة واحد سفر من هدف يعني كان فيه عدم توفيق وخطأ واضح من كابتن محمد الشناوي اللي تصدق بعد ذلك لركلة جزاء وهنا نقطة لازم أولى في المباراة دي قبل ما ندخل في الجوانب الفنية على مدار تاريخ النادي الآلي في البطولات الأفريقية بيواجهنا مباريات شبيهة بهذه المباراة من حيث بقى وقت المباراة من حيث أرضية الملعب من حيث درجات الحرارة الرطوبة آن كانت العوامل من حيث كمان قوة الفريق اللي بيقابلنا في الالتحامات تحديدا وأيضا السرعات فبتبقى محتاج أن انت تركب الجيم بلغة الكرة من بدري سيناريو بيتكرر مع النادي الآلي فيه يعني سوق توفيق ممكن أو عدم توفيق ممكن وفيه جزء آخر بيعتمد على أن انت تكون مركز أكتر يكون عندك هرس أكتر تكون شحيح جدا وانت بتطلع الكرة من رجلك عشان تتأكد أن الكرة نسبة تحققها هدف هي أكبر نسبة ممكنة النهاردة زي المباراة قبل كده سابقى بتيجي أول ربع ساعة انت لضاغط متحكم متمكن من الكرة بيجيلك هدف شيء بمؤكد أنا هنا مش بتكلم عن لعب لأن حسين الشحات قدم مستوى متميز جدا في مونديال أندية وحسين الشحات متميز جدا جدا الفترة الأخيرة ولا بتكلم عن محمد شريف ولا عن أي لعب أنا بتكلم فقط لغير عن سيناريو بيتغير اللعب ولكن السيناريو لا يتكرر كرة شبيهة بركلة جزاء تقريبا تعامل معها بشكل واضح جدا حسين الشحات بشكل كويس وقفها واستعد ولكن هنا بقى لنا دايما بقوله أين الانتارجت؟ فين اللعب انتارجت؟ ليه دايما فلسفتنا دايما كلعبي النادل آلي أننا نحاول نتكن القرى أفضل إتقان فنلعبها في أقصى أقصى يعني جنبات المرمى فتطلع القرى قاوت ليه ما بستخدمش قوة في منطقة الجزاء خاصة وأنا بكون مواجه للمرمى ليه دايما ما بحاولش أننا أختبر حارس مرمى المنافسين لأن ده مهم جدا ولما نستعرض الأرقام هنشوف أن احنا سفر انتارجت من أربع محاولاتها على المرمى وده رقم سلبي جدا خلال تسعين دقيقة فدي كانت نقطة ممكن تخليك تركب الجيم مبكرا السيناريو بقى بيعود عليك إزاي عشان تبقى شايف أن السيناريو بيتكرر بنفس يعني معطياته ونفس نتائجه في نهاية المباراة أن أنت بتلاقي خطأ من لعب كبير يعني بيقع فيه فتلاقي أن أنت أصبحت متأخر في النتيجة فبتبدأ تدخل المنافس معاك الجيم وده بالنسبة لي من السيناريوهات المستفزة جدا للعيب بكرة القدم أنت مباراة المفترض تكون أنت الأبرهند فيها أصبحت أنت تحت ضغط المنافس وهذا ما حدث اليوم وأمام أيضا يعني فيلمينجو فيه مباراة الثالث والرابع بعد ما كنت قدر تقلب نتيجة ثلاثة واحد واربعة واحد بقت نتيجة أربعة اثنين لصالح فيلمينجو النهاردة هدف بيسجله فريل هلال بيفتح علينا الجيم بشكل كبير جدا ولولا أن كابتن محمد شناو تدارق أو عود خطأ الهدف في التصدي لرقلة جزاء صحيحة بالمناسبة كان ممكن أن نتيجة تكون أكبر من اثنين عند واحد سفر وبالتالي السيناريو ده إحنا محتاجين نعالجه أين كان السكواد الموجود أين كان قائمة الفرين الموجود أين كان الحداشر اللي على أرض الملعب موجودين وده بالتأكيد دور مرسل قولر بالتأكيد عندنا بعض النواقص الفنية ده خلاص أمر مفروغ منه بالتأكيد اتكلمنا عن قصة المهاجم ولكن إحنا أمامنا حتى نهاية الموسم عدد كبير جدا مباراة تتخطى التلاتين مباراة مش هينفع مع كل مباراة هنقول إن احنا محتاجين مهاجم بالعكس النهاردة قولر أو بالأمس قولر دعم جدا خط الأمامي وخط الهجوم تحديدا وقال إن احنا أقوى هجوم في الدوري المحلي احنا قدمنا أفضل نسخة معدل تهديف في مونديال الأندية كل مهاجم يقدر في أي وقت يسجل أهداف وأي مهاجم معرض إن هو يعني يخطئ فيه فرص أو يخدر فرص محققة فمش عايزين نضغط على النقطة دي خلينا نضغط على إن أمامنا سيناريو لابد من استغلاله ده فرص بيتكرر معنا بشكل واضح بتلاقي المباراة في إديك وده اللي بيزعلك إن أنت الإخفاقات الأخيرة تلت مباراة أقوى أمام ريال مدريد أمام فلامينجو بالزبط يعني المستوى مختلف ولكن في النهاية أنت كنت في أوقات ند جدا لريال مدريد ند جدا لفلامينجو وأبرهند عليه وتقدر تخلص المباراة وبيرتد بخطأ بتلاقي نفسك السيناريو اختلف تماماً لو زعلك قدام ريال مدريد وفلامينجو شوية يزعلك النهاردة أكتر أكيد ترجمة نانسي قنقر